سعدنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس والحمد لله إنا قاعدنا معه وقت كافي عطينا وقت كافي وإحنا اليوم الفرص اللي شفناها في الجزائر وشفناها ذي مختلفة عن السابق وكذلك نشوف الجزائر اليوم بصورة أخرى على أساس أنه بيطلع غانون جديد غريبا جدا خاصة يخدم المستثمرين وإن شاء الله تكون هناك اتفاقيات مع وزارات عدة مناسبة في الفلاحة وفي السياحة وفي التعليم وفي الأشياء فالحمد لله كانت زيارة موفقة ونتمنى التوفيق للجزائر ونتمنى إن شاء الله نشوف المشاريع والأشياء هذه في قريب في الأغرب أهم شيء سيادة فخامة الرئيس كان مهتم في الزراعة وفي السياحة وفي كل المجالات وخاصة سعدنا أن هناك شبكة قطارات يعني في الطريق جاية للجزائر بتكون تربط مدن الجزائر وتربط الجزائر بالدول المجاورة وهذا الشيء نظرة طموحة لرقي الجزائر والجزائر هي دولة اليوم من أكبر الدول العربية وأكبر الدول الموجودة في هذه المنطقة موقعها الاستراتيجي يأهل لها أنها تكون دولة يعني مهمة بالنسبة حق الدول الأخرى اللي بجانبها وخاصة الدول اللي في الداخل كذلك هذه المواصلات بتكون شسمها وكذلك هناك خطة لموانئ مهمة تأختم والجزائر يعني ما تعتبر يعني تعتبر يعني دولة كبيرة لأن الجزائر الحاصمة فكذلك في وهران وفي عنابة وفي سطيف وغيرها المناطق هذه كلها دولة عباد تعتبر مدن كبيرة وكثافة سكانية عالية الجزائر اليوم قريبة تلخمسين مليون فلذلك هناك محتاجة لأشياء كثيرة ومحتاجة للتطور شسمها أسعدنا باجتماعنا مع فخامة الرئيس هناك إن شاء الله فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات عديدة وتجسيد اليوم اجتماع اليوم كان تجسيد لتفاهمات سابقة بين قيادة البلدين وإن شاء الله هناك تعامل في مجالات التعاون المستقبلي في مجالات الفلاحة ومجالات الرعاية الصحية ومجالات أخرى ونأمل التوفيق من الله عز وجل إن شاء الله شكرا شكرا شكرا